اطفال صغار يمتلكون حواس وقدرات خارقة لطبيعة اطفال ليونهو مصطلح من تسعينات القرن العشرين يصف مجموعة من الاطفال الذين تظهر عليهم قدرات خارقة للطبيعة سواء قدرات خارقة في ذكاء او قدرات تواصل عن بعد مع البشر او مع كائنات فضائية مزعومة هذه القضية يدعمها علم البارس يكولوجي اطفال ليونهم حالات فريدة من حول العالم تظهر عليهم قدرات او صفات خارقة للطبيعية مثل التواصل عن بعد او حدة في ذكاء قل بانهم الجيل الجديد من البشر جيل متطور بدأ في ظهر منذ نهاية القرن العشرين وله فرصة في البقاء والاستمرار اكثر من غيره تتميز هذه المجموعة من الاطفال بهالى دوئية زرقاء او نيلية اللون يمكن مشاهدتها في اوقات قليلة حول الجسم وبالطبع استقطبت هذه الحالات العديد من العلماء حول العالم ليكتب فيهم كتب واوراق علمية تابعة لعلم البارس يكولوجي او علم الماء ورائيات ويستغل تلك الفكرة العديد من الكتاب والمخرجين العالميين في صنع افلام الفانتازيا الشيقة في هذا المقال توضيح اكبر لكل ما يتعلق باطفال ليون والعلم الذي يبحث في هذه القضية والكتب المهتمة بهم ظهور مصطلح اطفال ليون ظهر مصطلح اطفال ليون لأول مرة على يد علمة البارس يكولوجي نانسي النتاب في كتاب نشر لها عام 1982 بعنوان فهم الحياة من خلال الالوان تشرح فيه قدرتها على رؤية هالة دوئية زرقاء او نيلية اللون تحيط بجسم بعض الاطفال المميزين وهذه الهالة تميز الاطفال الذين يمتلكون قدرات خارقة للطبيعة ولكنها هي نفسها تمتلك قدرات خارقة للطبيعية او خارقية كما يطلقون عليها باللغة العربية فهي تمتلك القدرة لتمييزه اولاء الاطفال زيادة لاهتمام بالقضية بحلول عام 1996 قدم الزوجان لكارول وجان توبولار وهما وسيطا روحيان كتبهما بعنوان اطفال ليون وصول الاطفال الجدد والذي يفسر ظهور تلك الهالانلية اللون بانها علامة تميز اطفال الجيل الجديد من البشر والذين يمتلكون قدرات خارقة ترتكز بشكل ساسي على التواصل سواء ما بين البشر او مع الاشباح والموتى او حتى الكائنات الغير البشرية مع تطور ملحوظ في القدرة الابداعيات للطفل وبدأ لاهتمام يزداد شيئا فشيئا بالقضية وحتى يتم لاهتمام به في الاوسط العربية تم تعريب المصطلح الى اطفال انديه او اطفال الهالة النيلية واندرج هذا المصطلح ضمن اهتمامات علم النفس الموازي او الباري سيكولوجي او علم المأوريات او علم الادراك خارج الحواسي وباللغة العربيات يسمى علم الخارقية اي من يمتلكون قدرات خارقة وكلها مسميات للعلوم التي تهتم بالقضايا الغير فيزيائية والغير ملموسة بحيث يصعب التصديق عليها من خلال الابحاث العلميات التقليديات والمعتمدة ومن ثم استمر لاهتمام مع انعقاد اول مؤتمر علمي بحضور ستمائة شخص تقريبا عام الفين واثنين في هوايو الولايات المتحدة الامريكية لدراسة حالة الاطفال نيلايين ثم استمرت المؤتمرات التي تجمع المهتمين بهذا المجال في كل منفى الوردة ووريغون ودخلت هذه الفكرة في الاوسط السينمائية لاول مرة عام الفين وثلاثة في فيلم بعنوان انديهو ثم ظهرت مجددا في افلام بعنوان اطفال انديهو عام الفين واثنتا عشرة ومرة اخرى عام الفين وستة عشر بخلاف كثرة ظهور هذا المفهوم في افلام الخيال العلمي ولو بشكل عابر وفي عام الفين وخمس قامت قناة اي بي سي بعمل قصة عن هؤلاء الاطفال وحققت رواجا كبيرا في ذلك الوقت وحدثت القصة ان فترة موالد هؤلاء الاطفال كانت مع اواخر السبعينة وبداية الثمانيات ولم تظهر مقالات جدة حول الموضوع الى مقالة كتبها ساره ويدوم عام الفين وتسعة تشرح بطريقة منطقية حقيقة اطفال ليون بانهم مجرد اطفال يعانون من مشاكل في فرط الحركة وقصور الانتباه وفي الكثير من الحالات يتعارضون الى العنف الاجتماعي ما يدفعهم لخلق قصص عن قدراتهم الخارقة لطبيعة قصة فتاة من اطفال ليون عام الفين وستة وتدليل ما على قامت نشره سابقا قامت قناة اي بي سي بعرض قصات اخرى مثيرة للجدل عن فتاة تدعي انها من اطفال ليون تبلغ سبعة عشر عام وقدرتها الخارقة هي رؤية المتوفي وتتمكن من ربطه مع عائلته كما ان لديها قدرات للتواصل النفسي مع البشر لتمكن من شفاء عائلة المتوفي من الحزن الشديد الذي يصيبهم بعد وفاة شخص عزيز ثم تبعت تلك القصات قصة اخرى عن عائلة كلوفر وهي عائلة تتكون من ابو ام واربعة اطفال ليون لديهم جميعا قدرات خارقة متنوعة رأى علماء النفس لصعوبة تقديم ادلة مادية ملموسة على حقيقة وجود اطفال ليون يعتقد العديد من علماء النفس بان حالات تلك الاطفال ما هي الا اعتلال في الشخصية نتيجة مشاكل في التربية غالبا ومشاكل اجتماعية في الجاء الاباء الى رفض فكرة ان اطفالهم يحتاجون الى رعاية خاصة لتصحيح المشاكل النفسيات التي يعانون منها وتصديق فكرة ان اطفالهم يمتلكون قدرات خارقة لطبيعة ومن اثار الجانبيات الطبيعية ان يصابوا بضعف في التركيز وصعوبة في التعلم والتواصل مع البشر المحيطين بطريقة صحيحة ويعتقد بعض العلماء الاخرين بان هذه الحالات ما هي الا اطفال يمتلكون نوع من الذكاء الحادة وحساسية عالية بمشاعر الاخرين ولكن تم التعامل مع هذا الذكاء بطريقة خاطئة فبدل من تعلمهم ليصبح علماء المستقبل تم ملئ افكارهم بخرافات وزادت مع وجود خيال الاطفال الخصب صفات اطفال ليون اجتمع المهتمين بعلم اطفال ليون بان لهم صفات مميزة واقعية الى حد ما بخلاف ظهور هذه الهالة الغامضة والتي لا يراها سوى من يمتلكون قدرات خارقة ايضا وبخلاف القدرات الخارقة للطبيعة التي لا يمكن التصديق عليها او اختبارها بطريقة علميات معتمدة ومن خلال القائمة التالية يمكن تحديد اذا كان الطفل ضمن اطفال ليون ام لا الفضول الشديد حيث يتمتع الاطفال بفضول يدفعهم لاستكشاف كل شيء بطريقة اكبر من الاطفال الاخرين قلات القدرة على ضبط النفس ما يجعلهم مصدر ازعاج عادة بين الاهل والاصدقاء يتمتعون باستقلالية شديدة عن ودوهم وقدرة كبيرة لفهم ما يحتاجون وفهم مشاعرهم الشخصيات وادراك كبير لذاتهم ولمفهم الحياة قدرة كبيرة بالاحساس بمشاعر الاخرين والتعبير عن تلك المشاعر مما يجعلهم يظهرون نوع من تواصل الخوطر مع المحطين بهم ادراك كبير بعقلهم اللوعي بل لا وقدرة على التحكم فيه في بعض الاحيان قدرة كبيرة على تحصيل درجات عالية في امتحانات ذكاء دون التحضير لها حتى الشعور باستحقاقهم للحياة وكأنهم نوع افضل من باق البشر او نوع متطور من البشر يقفون ضد نظام السلطة الابوية او نظام التحكم وفرد الاراء ويقاومون كل محاولة للسيطرة على افكارهم وحريتهم اخيرا مع وجود اكثر من 700 كتاب عن اطفال ليون سواء داعم للفكرة او ينكرها سيبقى سؤال المطروح هل هم حقان جيل جديد من البشر ام مجرد اطفال اذكية لم يتكفوا مع طرق التعليم السيئات التي تتبعها بعض الدول ويحتاجون الى رعاية خاصة وتوجيه هذا الذكاء في نصاب صحيح فمن هؤلاء الاطفال يمكن ان يخرج عباقرة المستقبل او محتلين محترفين يقنعون الجميع بما لديهم من قدرات للتواصل مع علم الموتى والاشباح الغير معلوم اشتركوا في القناة